موسيقى هل ترى الصرف علي إزاي؟ ما خلاص يعمر لناله، لم يكن عدد بزيتين سمون بزيتين ايه؟ أربعة يا حبيبي أربعة، ربماية، اربعة وسبعين جنيه عدد خلاص يا علي، هتبعهم لك يا بابا أنا أبي هرّج، اللّاب لهان والشفاء مهمة ما تكونش زعلا من نانو عدد بزيتين تعالفين أولاد أكتر حاجة مفرحانة إيه؟ أن بكل واحد فيكم نفكر في التاني تفعلها من الكشر البعض مهما حصل نزيل الإخوات يعني متعدعش علينا وكل من الإخوات كمان طلصت يا ديشا؟ نا أنا كده كده طلع بجاولنا يا حبي قولي اللي بقى أبدأ بمن فيكم؟ الله، تبتدي لي يا بابا ما خلصوا المعوضية خالص ستينك؟ لا بالنسبة لكم خلصتنا بالنسبة لك أنا لا ولا أنت تفكرين أن تشتروي بيت ذا دي؟ الصراحة فتكرنا كده أنا يا واطي بصوا كلكم عشان أنا خدت مجموعة قرارات ولازم أقولها لكم عشان نبقى على باينة من أولا بالنسبة لك أنت مفيش بعد كده أي أردر غير من خلال شركة شاحن يا كده يا بلاش أصلا من غير ما تقولي يا بابا أنا عملت سرش ودورت على شركة وهعمل دي معهم قريب جدا كمان تمام وأنت يا دكتور علي لو جبت سرش تبيعي البيت تاني لساني لساني لشان يخطب لسانك ماشا برا وأنت يا فنان عايزين نخف شوية حكيت للخروج والطلوع كل شوية مع نادة عمال على بطال تح خلاص عائتك كلها بقت مبنية على نادة وبس وده هيأسر على مستقبلك ومذاكرتك أنا بحبها يا بابا بحبها بجد ما كنتش أحبلك تحبي بالطريقة دي بس أقولك إيه خدت جريبتك وتوجع وتوجع ليه؟ ربنا ما يجيب وجع علشان الحب الأول يا حبيبي عمره ما استمر ومين قال؟ أنا اللي بقول تتقول براحتك أبوب بس الصراحة عيدا عن قصة الحب الأولى دي بتستمر وأنا متستمرش أنا ما جربتش قبل كده بس هينا ده غنى منك بكتير وهي معنداش مشكلة فده على فكرة وبالصدفة اتكلمت معها في الموضوع ده النهاردة وقالت لي إيه العبات ده أبوها كل اللي عاوزوا مني شقة وأنت طبعا لما هت بيه هجيب لي شقة صح؟ هت هجيبهم من برا؟ سامي أسألي طيب أنا دلوقتي عايز أتجوز هجيب لي شقة منين؟ أبوما أنت تجوزت في شقة يا ها؟ أنا تجوزت في بيت أبويا وعيشت معها وإحنا كلنا هنتجوز في نفس البيت ونعيش معك يعني؟ أنا معايا تصريح إن أطلع بخمس دوار إيه جو الأرياف ده؟ أروح أقول للراجل إيه يا أبويا هيبني لي شقة؟ أرياف إيه يا متخلف إنت؟ الشقة دي هتتبني إزاي؟ مش بفلوس؟ يا أم يا ريت هجيت على البونة، لسه في تشطيب مثلا؟ إيه إيه إيه، وإنتو مش تعملوا حاجة خالص؟ مش هتدخلوا إرش حتى؟ إرش إيه يا أبوب اللي هيخليني أبني وأشطب ليه يعني عبودك؟ عبود خمسين ألف جنيه في الشهر؟ بتحلم مثلا؟ إنتو عملوا اللي بتقدروا عليه وأنا أساعدكم إما هم تبقوا حاسين بإمتي الإرش أيو هتساعدنا منين؟ بابا يا دوبك مرتبك مكفينة مثلا؟ يا أولاد اللي عدنا بكل اللي فات ده هي عدنا باللي جاي؟ مهم نعمل اللي علينا وبقى على ربنا مثلا؟ إنت لو نطقت الكلمة دي تاني هرميك من هنا بقولك يا طاهر هي نادة دي ملهاش واحدة قريبتها كده تكون حلوة عشان أخوك علي؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنا لا عايز أتجوز ولا ارتبط ولا لايه في الكلام ده خالص؟ أنا هشاكك فيك بصراحة يا ده شاكك فيه؟ شاكك أنه مقولوش في الكلام ده؟ ولا 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 احترم نفسك منك لي إلا أنتوا بتقولوا إيه أنتوا الاثنين؟ إيه ده عايب كده عايب الله إيه علي طميني؟ إيه ده؟ بابا؟ بابا أنت بتقول إياه بابا؟ إيه ده؟ إنت بتدعك لا إياه إلا أنت كمينت فيش حد في حياتك أصلا؟ يا أما أيوا فيه بس كلهم تفهين أول ما لاقي واحدة كده دماغها راسي هتجوز على طول إيش يا عمي أيوا كده سلسال حسن الباشا عصب رجالة كلهم من كبيرهم من صغيرهم أديشا كنت بتعمل إيه؟ كنت بتكلم في التليفون تكلم مين؟ إيه؟ 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 إي ده جدي جدي إيه؟ إيه؟ لكن ما قلت ليش بقى رأيك في التزامي في الموعيد بصراحة أنا مستغربك هعمل إيه بقى حكم القوي إيه مالك يا أخي من ساعة أختك ما جات الشركة وأنا خلاص قفلت من المكان كله أنا عايزك تهدأ ما تقلقش أنا باري حتى تتكلمت معها شوية وفهمتها قدي إنت مهم وتخيل أول مرة تسمع مني وتقول لي حاضر وإنت ليه قلت كده يا رمزي عشان مصلحتها يا حسن مش عشانك إنت بس يا أخي أنا عايزك تراوأ شوية وصدقني هتشوف صبح خير يا عفاف عفاف في إيه بش مهندسة ندي أزاريب قرار بنعلك وانا ممكن أفهم إيه اللي انت عملته مبارح مع بابي ده؟ من ناس بتقول صباح الخير إيه بأنا عملت إيه مع باباكي؟ لا ما عملتش حاجة سبته قاعدة يتكلم وما ردتش عليه ومشيت مستأذنت أبلا منزل؟ يا راجل كلمي كويس أنا بتكلم كويس إنت اللي بتتعمل بطريقة أنا ما بقيتش فهمها هو مني اللي مش فاها؟ أنا ولا أنت؟ أنا جايلك البيت على أساس إننا هنحتفل بعيد ميلاد ممتك اكتشف إن الموضوع مش عيد ميلاد بس؟ لا ده باباكي بيحكي لي هو قرر لنا يعمل لنا إيه في حياتنا والمطلوب؟ إن أنا أقول له حاضر أنا ما قلت له صغير إن أنا محتاج وقت أفكر محتاج وقت تتفكر في إيه؟ الراجل بيقول لك إنه في خلال سنة هينقل البزنس بتاعه كله دبي وإنه هيفتح لي أنا وإنت مركز تأهيل ونتجوز ونعيش معاهم إيه اللي قالوا وحش؟ كله كله؟ آه كله مين اللي قالك إنه أنا عايز أتجوزك ونعيش بره؟ أنا عايز أعود هنا إنت ليك مين هنا إن شاء الله؟ لي يا بابا ده على أساس إن علاقتك بيه كويسة؟ حتى لو علاقتي بيه مش كويسة أنا مش عايز أسافر وقعدين مركز إيه ده اللي عايز يفتحه لنا؟ قالك هي شاركك إحنا بالمجهود والإدارة وهو بالفلوس إحنا لسه بحتاجين خبرة كتير قوي عشان نعمل خطوة زي دي إيهاد ما تستهبلش إنت شاطر وتعرف تدور مركزين مش مركز واحد بص يا سيلي أنا اللي اتفقت عليه مع باباك ينفزته خلا هو اتفق عليه معايا ينفزه أنا اتفقت إن أنا هتجوزك ونعيش هنا في خلال سنتين فما يجيش هو بقى علشان شغله والبيزنس بتاعه عايز يغير لنا حياتنا كلها عشان يطمن على بنته يعني إنت مش بتفكر إنت واخد قرار أنا اللي أقدر أعمله إن أنا هتجوزك خلال سنة عشان يطمنه عليك قبل ما يسافر لكن سفر أنا مش هسافر لا ده هو أنا اللي محتاج أفكر تفكري في إيه؟ إيه هب أنا مش عايز أتكلم دلوقتي فعلا أتبعيني موسيقى كانت بخير